مرحبا مواليد برش الحوت معكم كارمي شماس كيف بدي يكون الأسبوع الأول من شهر أذار مارس يعني عم بيحكي من الثانين واحد للأحد سبع أذار مارس طبعا الشمس موجودة ببرشكم عنا كوكب الزهرة موجود بقوة ببرشكم عم يعطيكم الكثير من الحزوز وأيضا في عنا الشمس الموجودة ببرشكم عم تعطيكم انطلاقة كتير حلوة خاصة يلي عيد عيد ميلاده الأسبوع الماضي ويلي هلأ عم بيعيد عيد ميلاده كيف بدي يكون هذا الأسبوع هو أسبوع أنا بنظري هو أسبوع كتير حلو كتير مهم في تقريبا يوم أو يومين بتلاقوا حالكم بمواقف شوي مهمة ما في داعي للخوف ما في داعي للهلع ما في داعي للمشاكل هيدا أسبوع كتير مهم كوكب المريخ يلي رح يوصل لبرش الجوزاء جاميناي يمكن بيخلق عنكم بعض الحشرية أو الفضول بالتدخل خلني نقول بأمور شخصية عند الولاد عند العيلة عند أشخاص عندكم فمعقول يصير في بعض الحساسيات هذه النقطة بتكون تنتبهوا له كيف بدي يكون هذا الأسبوع؟ في عنا التنين والتلاتة التنين واحد التلاتة اتنين أدار مارس الأمر موجود ببرش الميزان وجود الأمر في ببرش الميزان هو بمثابة هدني إعلان هدني لحتى يلي تخربط معكن في الأيام السابقة حان الوقت لحتى ترجعوا تصبطوها وتشتغلوا عليها بيساعدكن كتير الأمر بش الميزان بيلطف الأجواء ويمكن حتى يخلق لكم بعض الملفات يلي بدون يشغل عليها هيدا فترة كتير مهمة لحتى يصير في نوع من تعاون مع ناس من حولكن تحكم معون تساعدون يمكن حتى هني قدروا يساعدوكن الحياة هي أخذ وعطى هلا هيدا الجو هو كل يوم التنين كل يوم التلاتة حتى الساعة 48 دقيقة المساء التوقيت العالمي يعني ساعة 11 إلى الثلاثة المساء توقيت بيروت هيدا هو الجو يلي بتنشغله فيه إلى تدوير الزوية بالساعة يلي زكرتها يوم التلاتة الأمر بيترك برش المساء ويروح لبرش مائي صديق لألكم برش العقرب وبتدخله هون بمرحلة رائعة وحلوة كتير 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 تستمر هالأجواء تحت تأثير المثلث الفلكي بين الأمر ببرش العقرب وبشمس كون يلي هي طبعا برش الحود كل يوم الأربعة والخميس حتى الساعة 11 إلى ربع المساء توقيت العالمي يعني منتصف اللي توقيت بيروت فإذا التالتة من الساعة 11 إلى تلت المساء توقيت بيروت حتى منتصف ليل الخميس أجمل فترة جميلة جدا هذه الفترة رائعة بتعطيكن اللي بتكونيه وهي من الفترات يلي بتكافئكن بشكل هائل وما بتخيب لكم ظنكم أبدا كل المساء الصعبة في هذا الأسبوع حطوها في هذه الفترة حطوه أنا بعمل هيك أنا لو أنا برش الحود بحطها بهذه الفترة لأنه التوقيت نوعية الوقتية الأفضل الجمعة خمسة أدار مارس السبت ستة أدار مارس الأمر بيكون ببرش القوس لما الأمر بيكون ببرش القوس هيدا معناتها صار في عنا الأمر في أعلى نقطة عندكم بالدائرة الفلاكية ومسائب عطلة أسبوع أو مسائب جمعة أو سبت فبتكون تلاقوا حالكم أمام ظرف أو أمام موقع أمهم بيمتحن حضوركم اهتمامكم محبتكم إخلاصكم وفائكم أو يمكن تكون مسألة مهنية مش بالضرورة تكون سلبية هذه الظروف لأنه شامس موجودة ببرشكم فهي بمثابة فين يعتبرها نوع من اختبار لأيكم فكونوا جاهزين الأحد سبع أدار مارس الأمر بيوصل لبرش القوس الساعة 2 و 3 فجرا توقيت العالم يعني 4 و 3 فجرا توقيت بيروت وبيوصل أمام لبرش القوس وبتبلش الأمور نوعا ما تتحلحل شوي بخف ضغط الجمعة والسبت بترتاحه نفسيا وبتقضه يوم أحد جميل جدا حلو كتير في تسليه في مراح في نجاح في محبة الناس لأيكم تعاونه معكم وأنتو كمانا تفرحوا في هذا اليوم إذن مثل ما شايفين مثل ما حسب أنا شايفي جو كتير حلو في هذا الأسبوع أضف إلى ذلك أنه كوكب الزهرة ببرشكون فهناك الكثير من الانفراجات لسيما عند مواليد 23 شباط فبراير لحد 3 أدار مارس كل هيدا المواليد هذا الأسبوع بعتبرها محظوصة جدا بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو على أمل لقاء مع الأمراج الشهرية لشهر أدار مارس واليومية باي باي ترجمة نانسي قنقر